اشتركوا في القناة اخوانا المشاهدين متابعين عدنا اليكم بفيديو جديد في هذا اليوم وبعد اربعة ايام من المتر في اليونان اصبح اليوم مشمسا ولله الحمد ولكن الاجواء ما زالت باردة وما زال النحل محصورا في الداخل ولا يستطيع الخروج وارتفع منسوب المياه في هذا النهر ووصل بالقرب من الخلايا ولكنه لم يضر النحل والصنادق اخوان في هذه الاوقات نحن دائما نؤكد في قناة تربية النحل في اليونان ان النحال يربي النحل باقل تدخل الا ان يكون المرعى قليلا يوجد شح في المرعى ففي هذه الاحيان لا بد ان تتدخل لا يستطيع النحل ان يخرج سواء في الشتاء او في الايام البالدة في الربيع حصل احتراق في المراعي والغابات المجاورة والنحل لا يستطيع ان يهيئ العناصر الضرورية في الطبيعة للتطور ففي هذه الاحيان يجب عليك ان تتدخل اصاب النحل السم من الرشي في المزارع ففي هذه الاحيان يجب عليك ان تتدخل بالادوية وبالفيتامينات والعناصر التي تساعده على النهوض من جديد اخوان ان النظام الغذائي في حياة النحل يلعب دورا مهما في طول عمر النحلة في نشاط النحلة طوال ايام العمل في كمية المخزون في جودة المخزون في كل ذلك يؤثر النحل عندما يكون جائعا او لا يجد العناصر الضرورية ليتغذى عليها وتبدأ المشاكل وتتراجع النحل وتنهار الخلايا اخوان لا تغتروا ببعض الاغذية التي تروج على الانترنت دون دراسة ودون تاجارك مثلا نجد في بعض الفيديوهات ان الاخوة يضعون موزا على البراويز ويفرحون بان النحل تجمع عليه وان النحل يستهلكه فأقول لكم ايها الاخوة انه لا تحكم على النحل اذا استهلك شيئا انه يحبه او انه صحي له فكم من النحل يموت على المرشات الذين يرشون السموم على الازهار وفي الحدائق والبساتين وتأتي النحل وتتغذى عليه بشراسة ولكن لا يصل الى الخلية واما يصل الى الخلية ويموت فيها فلا تغتروا ان النحل استهلك هذا الشيء او انه اختفى على البراويز او ان النحل تجمع عليه فهذه ليست ادلة قطعية على ان هذا الغذاء يحبه النحل ومفيد له ولكن اذا نظرت الى البرازي اجلكم الله تجد ان النحل اما ان يصيب بالاسهال او اما ان يصيب بالامساك نتيجة هذا الغذاء اخواننا المشاهدين اخواننا النحالين النحل لا يمكنه هضم العناصر الثقيلة التي تجعلها له على البراويز ان النحل لا يمكنه هضم الالياف مثلا ولذلك تجد ان استعمال التمر يسبب حصرا ويسبب امساكا لدى النحل مما يؤدي الى ختله وبعض الناس يجعلون التمر في الاقمشة ويضغطون باثقال على القماش حتى تخرج منه الرحيق وتتغذى عليه النحل في هذه الاثناء يمكن للنحل ان يحضمه وان يستفيد منه وهناك عناصر جيدة موجودة في التمر ولكن ليس في كل التمر كما تجدون المنح الاخوان قليل الحركة ولكن ان النحل عندما يجمع الحبوب اللقاح تجد ان حبوب اللقاح الوان متنوعة وهذا دلالة على قوة المرعى ولكن البرودة لا تسمح حاليا اصعب ايام النحل في نظري هي هذه الايام ان يكون ربيعا وباردا وممطرا ورائحة ورائحة الربيع تدخل الصناديق وتحرك النحل ولكن النحل لا يستطيع الخروج انه العذاب بعينه في نظري اخوان كما ذكرت لكم ان النحل اتى عليه حالة طارئة وانا لي علم مسبق بالمخزون داخل الخلايا لذلك يجب علي ان اتحرك وان ساعد النحل كي لا ينتج جيلا يكون عالة عليه ويؤثر في الموسم باكمله لان النحل اذا ترك نحله جائعا فان الملكة لا تتوقف عن وضع البيض وانتاج الحضنة ولكن تجد ان الحضنة تخرج غير مكتملة ان اكتمال الحضنة بالعناصر الطبيعية الموجودة في الطبيعة يساعد النحل كثيرا وانا صراحة اشتريت بعض الكاندي كي اجعلها داخل الصناديق ولا يتراجع النحل ولا انهار ولا يصاب الحضنة واليرقات بنقص في التغذية مثلا هذه الكاندي فيه سكر غلوتوز وسكر العنب ونسب من المعادن والفيتامينات او هذه مثلا فيه 40% حبوب لقاح طبيعي كما هو مكتوب 100% طبيعية ويوجد منتجاد اخرى في السوق اقل فعالية وانا اختبرتها فوجدت ان النحل بدل ان يأكلها يرمي بها في الخارج ففي هذه الحالة انا وجميع النحالين الذين لا يهتمون بجودة الكاندي يجدون انهم بدل ان يساعد النحل اوجدوا عملا دون مقابل للنحل الا وهو اخراج هذه الكمية من الكاندي ونسيت ونسيت ان اقول لكم ان ليس كل ما يستهلكه النحل او يخفيه على البراويز دلالة على ان النحل يحبه وانه صحي للنحل فلو القيت حتى اجلكم الله بالاوساخ في الصناديق فان النحل اما ان يغطيه بالشمع او ان يخرجه ويرمي به في الخارج او ان يترك الخلية ويهرب منها ولا تستعمل اشياء لا علم لكم بها ولستم متيقنين من فعاليتها وجودتها ان الموز يمكن للنحل ان يجتمع عليه وان يأكل منه ولكنه تجده يصاب بالاسهال او الامساك في بعض الحالات يجب عليك ان تتدخل ايها النحال اخواننا الكرام ان النحل حشرة مثل الانسان تجد ان الطفل اذا لم يجد الحليب المناسب اذا لم يستهلك الغذاء المناسب تجد انه يترك اثرا حتى على طوله وعلى عقله وعلى باقي الحواس والنحل كذلك وجميع الحشرات وجميع الكائنات لهم اغذية اساسية يستعملونها اثناء اثناء نموهم وقد جلبت بعض الكاندي مثلا هذا الكاندي انا جلبتها صراحة لتربية جيل من الملكات فبعد ان يتقوى المرعى انتخب خلية مكتظة واسحب منها الملكة واغذها بهذه الاغذية القوية فان فيها اكثر من ثلاثين مادة من فيسفور وفيتامينات وجميع العناصر الموجودة داخل الطبيعة فان فيها نسب عالية من الفيتامينات والبروتينات والمعادن والحمضيات والفسفور والكاليسيوم ان هذه العناصر ضرورية للنحل اخوانا النحالين هناك شيء مهم نتجاهله نحن اكثرية النحالين الا وهو ان المنتجين الذين يضعون الاغذية للنحل في السوق يركزون على نقطتين مهمتين جدا ومهمة للغاية الا وهو سرعة الاستهلاك وسهولة الهضم لا يعقل ان يأكل النحل شيئا ويعاني من هضمه ثلاث ساعات او اربع ساعات ويفوته النهار ولا يستطيع ان يخرج الى المرعة واكثر واكثر الاوقات واحسنها ان تجعل الاغذية والمحلولة في الليل كي لا تأخذ من عمل الشغالات بالنهار او ان يستهلكه ان نحلو الى طلوع النهار وان تجعل بكميات قليلة كي لا يتخمر هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو وشيء مهم ان بعض الاخوة يجعل الصويا في التركيبات العذائية للنحل ونجد ان الشركات عندما يضعون الصويا يؤكدون على انها خالية من الدهون ان الدهون في الصويا ليس عنصرا مفيدا للنحل وانما يجب ازالته بطريقة صحية هذا ما كان لدينا في هذا اليوم وفي الفيديوهات القادمة ان شاء الله سوف نتكلم عن المحلول السكري وطرق اعطائه للنحل والطريقة المثلى واوقات اعطائه للنحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته